تعاون تصفه منظمة الصحة العالمية بالتاريخي من أجل تسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات وفحوص تشخيصية ضد واباء كورونا مبادرة تبناها رئيس المنظمة تيدروس إدهانوم إضافة إلى دول من الاتحاد الأوروبي أبرزها ألمانيا وفرنسا ومنظمات عالمية المبادرة في شقها المالي ستشرف عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين لجمع 7.5 مليار يورو ولم تمثل في المبادرة للصين التي كانت البؤرة الأولى للوباء ولا الولايات المتحدة التي باتت حاليا بؤرة المرض المتحدث باسم البعثة الأمريكية في جونيف أعلن أن واشنطن لن تشارك في إطلاق المبادرة العالمية وأضاف أن واشنطن قلقة للغاية حول المسائل المحيطة بنجاعة منظمة الصحة بالنظر إلى اختلالاتها الجسيمة التي ساهمت في تفشي وباء كورونا وسبق وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية التي تقدمها واشنطن لمنظمة الصحة بسبب ما سماه سوء إدارة المنظمة لأزمة تفشي فيروس كورونا ترامب اعتبر منظمة الصحة روجت لمواصفه بالتضليل الصيني حيث داخرت في تحذير من هول الوباء وانتشاره وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن تعامل المنظمة مع الوباء أظهر الحاجة إلى إصلاحها وحذر من أن واشنطن يمكن أن تعمل على إنشاء بديل للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بدورهم طلب زعاماء جمهوريون بمجلس الشوخ الأمريكي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إجراء مراجعة مستقلة وتشكيل لجنة على الفور وإجراء تقييم مبدئي لأداء منظمة الصحة العالمية متهمين المنظمة بمراعاة كبيرة للصين ترجمة نانسي قنقر